اهلي 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 صباح الفل هنخش العالم الافتراضي هنخش العالم حبينا تدخلونا في العالم ده نخش في العالم ده مفيش مشكلة خالص يعني مفيش احسن بالتخيل تبقى يعد كده طيب تتخيل بقى ان انت سافرت و جيت و رحت و خدت بطولات و رفعت الكؤوس و اتبسطت و الجمهير مستنياك في المدرجات و الجمهير مستنياك في الشوارع و ماشي بقتوا باسم افتوح كل دي احلام عالم تخيل مفيش مشكلة لكن الواقع بيبقى لفريق تاني خلينا نتكلم بكل مرة بقول بالمنطق بنسى إن أنا من مبارح والنهاردة من غير المنطقة هنخش العالم الافتراضي العالم الافتراضي اللي هو يعني إيه أنت مش مصدق غير نفسك خلاص أنت مش مصدق غير نفسك وأنا كمان يعني أنت نابليون وأنا نابليون خلينا نتكلم في العالم اللي بيعجب حضرتك جدا يعني هنحسب يعني نادي القرن بالنظام القديم خلاص حسموا الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي حسبوا الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي من خلال معايير تحط في 94 حضرتك مش مصدقها مش مشكلتي ولا مشكلة أي حد فيش أي مشكلة عندنا لكن يعني حساباتك يعني لكن لو حسبناها بالنظام الجديد حتى بالنظام الجديد حتى بالنظام الجديد على البطولات القديمة يعني حتى بالنظام الجديد على البطولات القديمة مش هنضيف إليهم بطولات آآ النادي الأهلي السنة دي أو آسف من آآ الفين لحد الآن من آآ الفين وتمنتاشر مش هنحسب بطولات النادي الاهلي لان انت بتكلم عن النادي القرن اللي هو من الف تسعمائة الى الفين هنحسب النظام الجديد بتاع الاتحاد الافريقي النظام الجديد بتاع الاتحاد الافريقي على بطولات الاهلي وبطولات الزمالك اللي كانت في القرن الماضي برضو هيطلع الاهلي بطل القرن يعني لقديم نافع ولا جديد شافع لكده نافع ولا كده شافع لجديد لقديم لقديم آآ لقديم نافع ولا جديد شافع تب تعالوا نحسبها مع بعض بقى بالعالم الافتراضي يعني خلاص انا همشي معكم النهاردة حلمة على فكرة اللي اكتشفت الموضوع ده ممتع جدا ممتع جدا يلا احسب بقى بالنظام الجديد كده بص يا سيدي ده النظام الجديد اللي حطه الاتحاد الافريقي اوكي بطل دوري ابطال افريقيا بياخد خمس نقاط والوصيف بياخد اربع نقاط ونصف النهائي بياخد تلات نقاط وتالت المجموعة بيحصل على نقطتين تالت المجموعة لما كانت دوري مجموعات لو تفتكروا يعني لما كان فيه دوري مجموعات اكيد الموضوع ده يتغير السنة الجاوة لحاجة لان انت دوري 16 بياخد نقاط رابع المجموعة بياخد نقطة رابع المجموعة ركز في نقطة دي لان هي تكرارة كتير مش معانا معاكم اوكي رابع المجموعة بياخد نقطة البطل في الكونفدرالية بقى البطولة المقابلة بياخد اربع يعني الكونفدرالية بتتساوى مع وصيف دوري ابطال افريقيا والوصيف في الكونفدرالية بيتساوى مع اللي بيروح قبل نهائي دوري ابطال افريقيا الوصيف في الكونفدرالية بياخد تلاتة نص النهائي في الكونفدرالية بياخد نقطتين ودور التمانية بياخد نقطة واحدة ده النظام اللي حطه الاتحاد الأفريقي في بطل القرن اللي هو اللي احنا فيه بقى اللي فات انتهى بطل السوبر الأفريقي بياخد نقطة واحدة بس يعني السوبر الأفريقي عشان هي مباراة واحدة الاتحاد الأفريقي بيفهم بشكل كبير جدا وبيدي لكل واحد يعني حقه وحجمه بيدي لكل نادي حقه وحجمه حقه وحجمه لو مشينا بالمعدل ده بالنظام ده على البطولات اللي حقاها نادي الزمالك لو مشينا لو مشينا بالنظام اللي حطه الاتحاد الأفريقي اللي هو النظام الجديد اللي هيتم احتسابه على بطل القرن الجديد اللي احنا فيه ده احنا لسه في 18 يعني يدينا ويديكم طول طول عمر بس يعني ساعتها بقى تعالوا لي يا اما في قبر 6 اكتوبر يا اما في يوم انا مش عارف ارا فين رولي فتحة وقلولي مين اللي خد لقب القرن لحد الوقت الاهلي طبعا متفوق يعني لكن بالنظام الجديد اللي حطه الاتحاد الأفريقي لو قلبناب على الاندية ما قبل 2000 برضو الاهلي هيطلع بطل الدوري طب هنعمل ايه طب نحسبها كده برضو مع بعض نخلينا نروح مع بعض ما قبل 2000 لو تم احتساب النظام الجديد ده عشان المعايير اللي يقول لك اتحطت ازاي ومحضر الجلسة كان فين ومين اللي كان قاعد ومين اللي كان بيجب بتاع القاعدة لمنطق طيب تعالوا نحسبها كده على الاهلي والزمالك بالنظام القديم او البطولات القديمة الاهلي فاز ببطولتين دوري ابطال افريقيا 82 و87 اوكي بحساب الاتحاد الافريقي الجديد 5 في 2 بعشر نقاط يعني البطل بياخد 5 نقاط في 82 و87 و87 خل 10 نقاط فاز ببطولة ابطال القؤوس 4 مرات فاز 84 و85 86 و93 4 مرات فاربع نقاط يبقى 16 نقطة 16 و10 وصلنا للرقم 26 وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا مرة واحدة بس سنة 83 قدام كوتوكو واخسرها ياخد اربع نقاط اوكي وصل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين واحدة 80 و88 انت بتضرب بالنظام الجديد وصل الاخيرة ايه بس منها عشان بقى في 99 ألفين دوري المجموعات دي دوري المجموعات عم سامير لا 89 ألفين دي ايه دوري المجموعات دوري المجموعات مظبوط كان انا همش معايا معلش علشان التليفون بقى انتو عارفين يعني ايه يعني عشان نبقى ماشيين مع بعض الدين ايه فرصتي وصل لعام واحد وصل نص نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين 81 و88 زي ما قلتها حضراتكم ووصل لدوري التمانية في دوري الابطال وحصل على تاني المجموعة مرتين 99 وألفين ووصل لدوري التمانية في دوري الابطال وخرج مرتين 77 و91 ووصل لدوري التمانية ابطال القوس مرة واحدة عام 92 بنقطة والافرة ساوي واخدها مرة واحدة بس سنة 89 لما تيجي تضرب ده الاهل هيجي طلع مجموعة 46 نقطة لما تيجي تضرب الكلام ده في النظام الجديد اللي عاملوا الاتحاد الافريقي ببطولات الاهل القديمة بالعالم الافتراضي اللي ماشيين مع بعض فيه هيطلع 46 يبقى مجموعة الاهل كده 46 خش على الزمالك بالنظام القديم بالبطولات بتاعة الزمالك القديمة بالنظام اللي بيحددوا الاتحاد الافريقي الجديد هتعترض علي دي كمان يعني هتعترض علي دي كمان خلينا نمشي مع بعض تعالي يا عم تعال يا نوفمبر روح يا نوفمبر خلينا نروح مع نوفمبر بص يا سيدي الزمالك فاز في البطولة دي الدوري ابطال افريقيا خمس مرات فاز 84 و86 و93 و96 اوكي والفين واثنين خمس مرات فاربعة اوكي او اسف يعني اربع مرات اسف 84 و86 و93 و96 لانه فاز الفين واثنين كنا عدينا الالفية يبقى خمسة فاربعة بعشرين المرة بخمس نقاط بعشرين فاز بدوري ابطال القؤوس يعني مرة واحدة بس سنة الفين ووصل نهائي دوري ابطال افريقيا وخسر وخسر 94 قدام الترجل لما خسر تلاتة واحد هناك تعادل هنا سفر سفر وخسر تلاتة واحد هناك لهدي بالرخيص الله رحمه لو تتتذكروه وصل نهائي نصف دوري ابطال افريقيا وصل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا سنة 85 هدي مرة تلاتة نقاط وصل نصف نهائي دوري ابطال القوز 76 هدي نقطتين وصل نصف نهائي كاسل اتحاد الافريقي 99 نقطتين وصل لدور 8 ابطال الدوري والتاني مجموعة مجموعته سنة 97 تلاتة نقاطه وصل لدور 8 ابطال القوز 78 مرة فاز بالسوبر الافريقي 97 و94 واحدة في اتنين يبقى من نقطتين وصل لدور الثمانية ابطال الدوري وخرج 87 و79 واحدة في اتنين برضو والأفرق السياوي 97 و88 و87 معين الأفرق السياوي ديت يبقى المجموعة كله 45 بالنظام الجديد إلى أهل 46 وإزا مالك 45 تعال أهل يبقى سمير الأفرق السياوي الاتحاد الأفريقي ما حطوش أساسا لأنها كانت بطولة بتتلعب كل سنة المفروض لكن في سنين ما تلعبتش خالص فالاتحاد الأفريقي قال لك لأ في ناس ما لعبتش أساسا إحنا اللي خدنا القرار إحنا والاتحاد الأساوي فبالتالي مش عقبك على حاجة أنا كنت صاحب القرار فيها أساسا مش أنت يعني فما تحطتش لكن أنا همشي معاكم لأن أنا بسمع كلام كتير جدا جدا إزاي الأفرق السياوي ما تتحطش وإزاي ما عرفش ما يضفهاش على أساس أنه أخذها مرتين يعني تمانية وتمانين وسبعة وتسعين والأهلي خدها مرة يعني أنا حطتها لكم كمان يعني بالنظام الجديد اللي حطوا الاتحاد الأفريقي لو رجعناه ورجعنا بقالة الزمن كده الورى رجعنا بيها كده الورى بشكل عشرين سنة ولا حاجة وحسبنا اللي عملوا الاتحاد الأفريقي دلوقتي عشان يحدد بطل القرن القادم اللي إحنا فيه ده مع القرن القديم برضو هتطلعوا التاني يعني برضو الزمن الك التاني خمسة واربعين والأهلي ستة واربعين على مفتراضي يعني على مفتراضي هو